السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الرابع العلمي إن شاء الله اليوم طلابي العزاء سنبدأ بفصل جديد من مادة الفيزياء اللي هو الفصل السابع بعنوان المرايا بعنوان المرايا بداية طلاب نجي نحن على المرايا ما المقصود بالمرايا يا طلاب مثل المشايفين المرايا هي أجسام سقيلة عاكسة للضوء هي أجسام سقيلة عاكسة للضوء وتقسم المرايا طلاب إلى نوعين تقسم المرايا إلى نوعين مرايا مستوية ومرايا كروية هاي انواع المرايا طلاب مرايا مستوية ومرايا كروية طبعا طلاب موضوع فصل السابع كله رح يتحدث عن المرايا المستوية والمرايا الكروية فقط نيجي طلاب بداية ما المقصود بالمرايا المستوية ما المقصود بالمرايا المستوية مثل ما شايفين طلاب المرايا المستوية هي سطح مستوى سقيل هي سطح مستوى سقيل ينعكس عنه الضوء انعكاسا منتظما هي سطح مستوى سقيل ينعكس عنه الضوء انعكاسا منتظما نجي طلاب نشوف نحن ما معنى الانعكاس المنتظم شنو معناه انه المرايا المستوية ينعكس عنها الضوء انعكاسا منتظما طبعا طلاب انا رح اعطيكم اياها توضيح فقط لا غير والتوضيح مو مطلوب منكم طلاب نجي طلاب انا افرض عندي مرآة مستوية بهالشكل هذا هاي مرآة مستوية هي عبارة عن سطح مستوى سقيل ورح يكون عندي طلاب افرض انه عندي اشعة بهالشكل هذا ساقطة على المرآة المستوية بهالشكل طلاب بهالشكل لاحظوا طلاب معي العمود المقام من كل شوعة من هاي الاشعة يعني العمود المقام من الشوعة الاول والعمود المقام من الشوعة الثاني والعمود المقام من الشوعة الثالث هاي الاعمدة طلاب تكون متوازية فيما بينها متوازية فيما بينها لها السبب طلاب راح تكون زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس يعني الشوعة هذا راح ينعكس بهالشكل لاحظوا طلاب فطالما طلاب الأعمدة هنا العمود المقام متوازية فيما بينها راح تكون زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس معناها طلاب الأشعة المنعكسة هذه راح تنعكس بزوايا متساوية الأشعة المنعكسة هذه طلاب راح تنعكس بزوايا متساوية معناها طلاب أن الأشعة المنعكسة تكون منتظمة لأن العمود المقام من الشعاع الأول والشعاع الثاني والشعاع الثالث ستكون متوازية فيما بينها فزاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس والأشعة المنعكسة هذه طلاب ستنعكس بزوايا متساوية بمعنى الكلام طلاب أنه ستكون الأشعة متوازية فهذا الكلام طلاب ستكون الأشعة تنعكس إنعكاسا منتظما إنعكاسا منتظما هذه طلاب مرآة مستوية ذات سطح سقيل بينما طلاب إذا كان عندي جسم خشن بهالشكل هذا طلاب جسم خشن فنأخذ الشوع هذا الشوع وعندي هذا الشوع وعندي هذا الشوع بالنسبة للأسطح الخشنة طلاب بالنسبة للأسطح الخشنة العمود المقام من الشوعاع الأول والعمود المقام من الشوعاع الثاني والعمود المقام من الشوعاع الثالث غير متوازية طلاب غير متوازية مع بعضها البعض فالأشعة طلاب ستنعكس باتجاهات عشوائية يعني مثلا هذا ستنعكس الشوعاع بهالشكل هذا طلاب هذا الشوعاع ستنعكس بهالشكل هذا هذا الشعع سينعكس بهذه الطلاب فهنا الأشعع بإنعكاساتها تكون هناك غير منتظمة السبب؟ لأن العمود مقام من الضعب الأول إلى الثاني و الثاني يكون غير متوازية معنى الثلاثة سوقوت لا تساوي إنعكاس وذه الشعع عثيرة تكون هناك أشعع غير منتظمة فهنا الأشعة تكون عندي إنعكاس غير منتظم إنعكاس غير منتظم طلاب هاي وين تصدف أكثر شي على الأسطح الخشنة فهذا الفرق طلاب بين الإنعكاس المنتظم والإنعكاس غير المنتظم طبعا هذا التوضيح طلاب غير مطلوب فقط تأبيني لكم أنه ما معنى الإنعكاس المنتظم بالنسبة للمراية المستوية الفقر الثاني يا طلاب العزاء جودة المرآة المستوية الجودة جودة المرآة المستوية طلابي تعتمد على عاملين تعتمد على عاملين أولا نوعية الزجاج أو المعدن المستعمل اثنين تعتمد على درجة سقلي جودة المرآة يا طلاب العزاء تعتمد على نوعية الزجاج أو المعدن المستعمل وعلى شنو هنا على درجة سقلي هذه بالنسبة لطلاب للمرأة المستوية وهنا بالنسبة لجودة المرأة المستوية طلاب نجي طلاب على الفقرة البعضة وهذه عليه الصفات الصورة المتكونة على المرأة المستوية مثل ما شايفين طلاب أربع صفات عندي وهمية لا يمكن استلامه على حاجز معتدلة بعد الصورة عن المرآة تساوي بعد الجسم عن المرآة ومعكوسة الجوانب يعني عندي جسم طلاب شايفينه واقف أمامه مرآة مستوية رح يتشكل يا طلاب خلف المرآة لهذا الجسم خيال فهذا الخيال طلاب المتشكل هي أن لهذا الجسم له أربعة صفات وهمي لا يمكن استلامه على حاجز معتدل بعد الصورة عن المرآة يساوي بعد الجسم عن المرآة ومعكوسة الجوانب طبعا بالكتاب طلاب معطينا فقط هذا التوضيح أنا طلاب مشان تفهمون مشان تفهمون معنى كلمة وهمي لا يمكن استلامه على الحاجز معنى معتدل ومشان تفهمون الصفة الثالثة والرابعة طلاب رح أعطيكم أنا توضيح خارج الكتاب طبعا وهذا التوضيح طلاب مو مطلوب منكم حفظوه بس أنه تفهموه شوي مشان يبيني لكم صفات الصورة المتكونة على المرآت المستوية يعني شون رح يتشكل عندي خيالي انتبهوا لي هنا يا طلاب العزاء أنا طلابي عندي جسم هذا الجسم هذا الجسم طلاب موجود أمامه مرآت مستوية هذا الجسم موجود أمامه مرآت مستوية ومثل ما تعرفون طلاب أنه هذا الجسم رح تصدر منه أشعة ضوئية هاي الأشعة الضوئية طلاب رح تصطدم بالمرآت المستوية وتصير بها انعكاسات فانا رح ا observe طلاب رح أخذ شوع عين لاحظوا طلاب رح أخذ شوع عين من رأس الجسم وشوععين من نهاية الجسم فقط وطبعا تقدرون أنتم تأخذون من أي نقطة من نقاط الجسم هذه الأشعة يعني أنا أحتاج فقط لشوععين فنجي طلاب رح أخذ أنا شوعع من رأس الجسم بهالشكل هذا طلاب هذا نسميه شوعع وارد من رأس الجسم وين رح يروح الشوعع طلاب رح يصطدم وين بالمرأة المستوية فأنا لازم هنا أحقق قوانين الإنعكاس شلوم ده حقق قوانين الإنعكاس طلاب رح أرسم عمود مقام من نقطة السقوط بهالشكل هذه والشوعع المنعكس وين رح يكون طلاب بهالشكل هذا شايفين فقوانين الإنعكاس ما لا تقوانين الإنعكاس طلابين رح تكون عندي زاوية السقوط تساوي شنه هنا زاوية الإنعكاس زاوية الإنعكاس نجي شن سوي طلاب هنا نجي نأخذ امتداد الشوعع المنعكس وين الشوعع المنعكس هذا هو أخذ له امتداد طبعا الامتداد رح يكون وين طلاب خلف المرأة بهالشكل هذا هذا بالنسبة للشوع الأول رح أخذ شوع ثاني يا طلاب رح أخذ شوع ثاني أيضا من رأس الجسم ساقط بهالشكل هذا بس هنا طلاب ركزولي زين على هذا الشوع هذا الشوع طلاب شلون سقط على المرآة سقط بزاوية صفر سقط بزاوية صفر يعني بزاوية صفر فبالحالة هذه طلاب العمود المقام وينه العمود المقام يكون منطبق على هذا الشوع العمود المقام يكون منطبق على هذا الشوع ومعنى له عندي سوء الانعكاس تماماً وححيث ان يرتطم بالمرء؛ بها الصورة هادي راح ينعكس على نفسه أعيد طلاب راح أخذ شواعب من هذا الجسم لساقط بصوره أو بزاوية صفور على سطح المرآة أخذ شواعب على صغيره ساقط بزاوية صفور على سطح المرآة راح ينعكس على نفسه لماذا؟ لأنني ستكون لدي زاوية القيام تساوي زاوية الانعكاس والعمود مقام أين يكون، منطبق على هذا الشوع نصبح لذلك هذا الشوع الوارد وانعكس على نفسه هذا الشوع المنعكس أمسك هذا الشوع المنصف؟ سأجعله المنصف خلف المرأة Fireorama التقم عند نقطة معينة هذه النقطة تتشكل رأس الجسم لأن الأشعة نجت من أشعة المنعكسة من الرأس الجسم نجت هذه الامتدادات من الأشعة المنعكسة من الرأس الجسم سيجعل هنا لا تتشكل رأس الجسم بعد ذلك سأجد شوع عين من نهاية الجسم سأخذ هذا الشوع عين ايضا طلاب اقيم منه عمود مقام وهذا هو الشواع المنعكس امسك هذا الشواع و امتداد الشواع المنعكس امتداد بهذا الشكل ثم نأخذ شواع ثاني ايضا من نهاية الجسم سيسقط ايضا سقطه هنا بزاوية صفر هذا الشواع طلاب ايضا رح يرتد على نفسه ايضا ش رح يسوي رح ارسم له امتداد بهذا الشكل فنقطة التقاء لاحظوا نقطة التقاء امتدادات الاشععة المنعكسة رح يشكل لي شنو هنا يا طلاب رح يشكل لي نهاية الجسم ليش لانو الاشععة هذه صدرت من وين صدرت من نهاية الجسم امتداداتها التقت في نقطة فرح يشكل لي هنا نهاية الجسم فهذا هو الجسم طلاب لاحظوا لي شايفين هنا انا شنو سوي الطلاب رسمت خيال لهذا الجسم رسمت خيال لهذا الجسم فنجي طلاب صفاته صفاته انتبهم عليه هذا الجسم طلاب من وين نتج مثل ما اتفقنا الجسم نتج من التقاء امتدادات الاشععة المنعكسة الجسم هذا نتج من التقاء امتدادات الاشععة المنعكسة وفعليا يا طلاب فعليا لا يوجد للأشعة المنعكسة ها هي لا يوجد للأشعة المنعكسة امتدادات فهذا الجسم المتكون راح يكون عندي يا طلاب راح يكون عندي وهمي ليش وهمي لأنه نتج عن امتدادات الأشعة المنعكسة وفعليا لا يوجد للأشعة المنعكسة امتدادات هاي الصفة الأولى لا يمكن استلامه على حاجز لا يمكن استلامه على حاجز يعني يا طلاب إذا حطيت الجسم بها الصورة هذه تمام يعني حطيتها أمام أمتدادات الأشعة فما رح يتشكل عندي صورة للجسم ليش لأن هذا الجسم شي يكون عندي يكون عندي وهمي لذلك لا يمكن استلامه على حاجز الصفة الثانية طلاب معتدل ما معنى معتدل لاحظوا هذا باتجاه الأعلى وهذا أيضا باتجاه الأعلى فشي يكون عندي هنا يكون عندي الجسم معتدل الصفة الثالثة يا طلاب فالجسم يعبدوا هذا الجسم يمكنه ان تتجاه فهذا فهنا نسميه معكوس الجوانب الصفة الرابعة والأهم زاد يكون عندي بعد الجسم هذا بعد الجسم عن المرآت تساوي بعد الصورة عن المرآت بعد الجسم عن المرآت يساوي بعد الصورة عن المرآت هاي طلاب بالنسبة لصفات الصورة المتكونة على المرآت المستوية أتمنى طلاب هذا الرسم هذا التوضيح أتمنى تكونوا من خلاله فهمتم صفات الصورة المتكونة على المرآت المستوية أتمنى تكونوا فهمتوا فنجي طلاب عندي سؤال هذا كلكم تعرفوا يعني السؤال هو يقول لي أيضا على المرآت المستوية يقول لي طلاب علل تكتب كلمة إسعاف علل يقول لي تكتب كلمة إسعاف على السيارة بشكل معكوس وأنتم كلكم شايفينها طلاب أنه على سيارة الإسعاف من الأمام مكتوبة الكلمة بشكل شنوه معكوس ليش طلاب انكتبت بشكل معكوس لأن الصورة تظهر في المرآت المستوية معكوسة الجوانب يعني أي شخص موجود أمام سيارة الإسعاف أي شخص موجود أمام سيارة الإسعاف مرآة المستوية الموجودة بالسيارة هذه ما ستفعله بكلمة إسعاف؟ ستعقسها جانبيا فأشوف كلمة إسعاف بشكل معتدل لها السبب تكتب على سيارة الإسعاف بشكل مقلوب لأن الصورة تظهر في المرآة المستوية معكوسة الجوانب هذه بالنسبة للصور المتكونة على المرآة المستوية نحن على آخر فقرة طلاب تعداد الصور في المرآة المستوية مثل مو شايفين طلاب أنا عندي هنا شمعة وموجودة بين مرآتين مستويتين طبعا بين المرآة هاي يا طلاب والمرآة هاي توجد شنو هين عندي؟ أنا عندي زاوية فلاحظوا طلاب أنا هنا شنو عندي؟ ستتشكل لهذه الشمعة للمرآتين المستويتين طلاب الصور المتكونة على هذه المرآتين المستويتين تعتمد بشكل كبير على الزاوية الموجودة بين المرآتين فكلما غيرنا الزاوية ستتغير عدد الصور فكلما غيرنا الزاوية ستتغير عدد الصور فلها سبب طلاب حطوا قانون لتعداد الصور في المرآة المستوية وهي طلاب عدد الصور يساوي 360 درجة على ثتة الثتة هي الزاوية بين المرآتين طلاب ناقص ناقص واحد فنأخذ طلاب هنا مثال على تعداد الصور لاحظة طلاب المثال المثال طلاب العزاء طبعا مثال كتاب صفحة 117 المثال شي يقول لي طلاب يقول لي وضع الجسم بين مرآتين مستويتين الزاوية بينهما 24 درجة معطيني هنا الثتة شي ساوي يساوي 24 درجة المطلوب مني كم يكون عدد الصور المتكونة للجسم المطلوب تحسبو لي عدد الصور فنجي نطبق القانون اتة يساوي 360 درجة على ثتة ناقص واحد هذا القانون اتة يساوي 360 درجة قيمتها معطينيها 24 ناقص ناقص واحد 360 على 24 طلاب يطلع يطلع عندي بشكل جيد